في العراق تواصل قوات الجيش والحجد الشعبي التمركز بالقرب من مدينة الرمادي بانتظار ساعة صفر لتحريرها من تنظيم داعش يأتي هذا فيما تقدم نواب اليوم بطلب لعزل محافظي نينوى من منصبه بعد أن حملوه مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في مدينة الموصل طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لمجتمع الدولي بدور أكبر لمساندة العراق بحربه الجارية ضد تنظيم داعش وبملف النازحين وجاءت مطالبة الجبوري خلال استقباله الموثل الخاص للأمين العام لأمم المتحدة في العراق حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل أوضاع الأمنية والإنسانية في العراق وتطورات الأحداث في الأنبار الجبوري تلقى أيضا اليوم كتابا تقدم به خمسة وخمسون نائبا طالبوا فيه بإقالة محافظة نينوى أثيل النجيفي معتبرين أنه السبب الرئيسي لما حصل في الموصل وكان مجلس المحافظة قد طالب العام الماضي بإقالة النجيفي من منصبه وطالبوا الحكومة الاتحادية بقبر أي إجراء لطرد داعش من المحافظة ميدانيا أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل 27 مسلحا من تنظيم داعش بينهم أجنبيان اثنان وتدمير ستة أوكار تابعة لهم فضلا عن معالجة 17 منزلا مفخخا وعبة ناسفة في غضاء القرمى شرقي الفلوجة يأتي هذا فيما تتواصل استعدادات القوات العراقية لمعركة تحرير الرمادي مركز محافظة الأنبار حيث تواصل قوات الجيش والحشد الشعبي الاحتشاد في المناطق الغريبة من المدينة بانتظار ساعة الصفر من جهة اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن تنظيم داعش نتاج مؤسسات أمنية محترفة وله استراتيجية مدروسة مشيرا إلى أن الحشد الشعبي معبء بعقيدة سليمة سيهزم بها عقيدة الإرهاب إلى ذلك نقلت وسائل أعلام عراقية عن مصادر محلية في محافظة كاركوك قولها أن تنظيم داعش عين قاضيا شرعيا جديدا لمناطق جنوب غربي كاركوك بعد أن تم عزل القاضي السابق بالتنظيم من منصبه ونقله إلى نينوى بتهمة الخيانة ترجمة نانسي قنقر